أحد المسلمين الغربيين سأله المذيع كيف أسلمت؟ فأجاب قائلاً كنت وزوجتي في سياحة عام 1993 إلى تركيا وتهت في إحدى القرى فسألت أحد المارين هل تعرف هذا العنوان؟ فأجاب لا يوجد هنا فندق تفضل معي إلى البيت فذهبنا معه فأوصلنا إلى بيته فدخلنا غرفة والجو ظلام وجدنا خمسة أطفال وشيخين مسنين ثم قدم لنا عشاء بسيطاً ومتواضعاً فأكلنا ثم قال نم هنا أنت وزوجتك وأنا وأهلي سننام في الغرفة الأخرى فنمنا وفي الصباح الباكر أردت أن أقدم له الشكر فخرجت من الغرفة وإذا بي لا أجد غيرها هي كل البيت فبحثت عن الرجل فإذا به نائم تحت شجرة مع أسرته والبرد شديد فبكيت وزوجتي من هذا الموقف ثم سألت صاحب الغرفة لماذا فعلتم هذا معنا؟ هذا تصرف لم نجد مثله في حياتنا أبداً فقال لنا إن الإسلام أمرنا بذلك فقد قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً حينها قلت لزوجتي إذن هذا هو الإسلام وليس الإسلام الذي نسمع عنه فقلت لصاحب المنزل أو الغرفة كيف أعرف الإسلام؟ قال تأخذ ترجمة القرآن والسنة وستعرفه فذهبت واشتريت ما قال وجلست شهرين أقرأ ترجمة القرآن وبعد القراءة حدث لنا ذهول كبير من حضارة تقيم مجتمعاً مثالياً لا نظير له وحياة سعيدة ناجحة بلا مشاكل يحتاج إليها العالم هذه الأيام فأعلنت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والحمد لله أخذت على عاتقي أن أبلغ الإسلام وقد أسلم على يدي أكثر من ألف والآن أبني مركزاً إسلامياً في رومانيا وأملي أن أنشر الإسلام في العالم كله ما أسهل أن ننشر الإسلام بأخلاقنا فهو أبلغ أثراً من أي وسيلة أخرى بخلق واحد وهو إكرام الضيف كم سيكسب هذا الرجل من أجر ممن كان سبباً في إسلامهم يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم تقدم شاب لخطبة فتاة ملتزمة وذات خلق ودين وقال لأهلها أن أخلاقها الكريمة هي التي دفعته للتفكير في الزواج فسأل أهل الفتاة عن هذا الشاب فعلموا أن أخلاقه لا غبار عليها وعيبه الوحيد أن له بعض الأصدقاء غير ملتزمين وقالوا للفتاة تستطيعين بأسلوبك الرائع أن تبعديه عن هذه الصحبة أو يغيره من سلوكياتهم حاولت الزوجة بعد الزواج أن تبعد زوجها عن صحبته الفاسدة التي تدخن وتتلفظ بألفاظ نابية وتذكره بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إلا أن الزوج كان يتمسك بأصحابه بحجة أنهم أصدقاء الطفولة فكانت تلتزم الصمت حتى لا يتطور الأمر ويخرج زوجها عن شعوره وبعد الزواج بشهر واحد وأثناء وجود الزوج بعمله اتصل شخص يتصف بالخصة على هاتف منزل الزوجين وبكل وقاحة قال للزوجة أنه متيم بها ويتمنى أن تقابله ولن تندم فنهرته وسبته وأغلقت السماعة في وجهه كرر هذا المتصل اتصاله بالزوجة وفي كل مرة يكون الزوج خارج البيت وعندما يأس من الوصول للزوجة تعمد إفساد حياتها الزوجية وتدميرها فكان يتصل في حال وجود زوجها بالمنزل وبمجرد رفع الزوج للسماعة يغلق الخط فورا هاجمت الزوج الشكوك والظنون رغم معرفته بأخلاق زوجته التي لا تعرف غير الصلاة وحفظ القرآن الكريم وعمل الخير وتحولت حياة الزوجين بسبب اتصال هذا الشخص إلى نفور ثم قطيعة استشار الزوج أحد أصدقائه المقربين في شأن زوجته وكان حقيرا في كذبه وباطله حيث قال للزوج سمعنا كثيرا عن علاقات زوجتك المشبوهة ولكننا لم نخبرك بذلك حرصا على حياتك الزوجية وأملا في رجوعها إلى طريق الاستقامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا بعد ذلك وصلت حياة الزوجين إلى جحيم لا يطاق ولأنها لا تحب أن ترى زوجها بهذا الحزن اقتربت من زوجها وأقسمت له أنها بريئة من هذا الكلام وأن صديقه كاذب ومفتري ولأنه يعلم أن زوجته في غاية الطهر بدأ الشك يدب في قلب الزوج تجاه كلام صديقه وقرر الكشف عن رقم هذا الذئب الذي يتصل يوميا بهما وذلك عن طريق كاشف الرقم وكانت المفاجأة المذهلة حيث لم يكن هذا المتصل سوى صديقه الذي استشاره في أمر زوجته وهو الذي يحاول الاعتداء على حرمات بيته وانتهاك عرضه وإفساد حياته الزوجية فقرر الذهاب إليه في بيته وتلقينه درسا قاسيا وعندما فتح الصديق الذئب الباب ووجد الزوج في حالة غضب وهياج قفز من النافذة خوفا على حياته وظل يجري وينظر خلفه حتى اصطدم بسيارة ونقل على المستشفى وأصبح لا يستطيع السير على قدميه ومنذ ذلك اليوم تخلص الزوج تماما من صحبته الفاسدة التي كادت أن تفسد عليه حياته الزوجية وعلم أن زوجته وأهلها كانوا على حق الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدوهن إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون نطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلتقي به عاش في اليمن وانتقل إلى الكوفة وتعلم على يد كثير من الصحابة حتى صار من أئمة التابعين زهدا وورعا كان من أكثر الناس تواضعا لله ومن أبر الرجال بأمه وكان إذا أمس يقول هذه ليلة الركوع فيركع حتى يصبح وفي ليلة أخرى يقول هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح وكان إذا أمس تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تأخذني به ومن مات عريا فلا تأخذني به وقد انعكست عبادته على سلوكه فأثر إيجابا على الآخرين فقد كان التأثير بسلوكه أكثر منه بقوله وقد تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقابله وكان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن وهم الجماعة الذين يمدون جيوش الإسلام سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى التقى بأويس فسأله أنت أويس بن عامر قال أويس نعم فسأله عمر رضي الله عنه ثانية من مراد ثم من قرن قال أويس نعم فسأله عمر للمرة الثالثة فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال أويس نعم لقد دعوت الله عز وجل فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي ثم سأله عمر للمرة الأخيرة لك والدة قال أويس نعم فقال عمر له استغفر لي قال أويس أنت أحق أن تستغفر لي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر يأتي عليكم من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فاستغفر لي فاستغفر له أويس ثم قال له عمر أين تريد؟ قال أويس الكوفة فسأله عمر ألا أكتب لك إلى عاملها قال أويس أكون في فقراء وعامة الناس أحب إليه وفي العام التالي حج رجل من أشراف اليمن والتقى به عمر فسأله عن أويس فقال له تركته رث البيت قليل المتاع قال له عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي وعندما عاد الرجل من الحج التقى بأويس وقال له استغفر لي قال أويس أنت أحدث عهد بسفر صالح فاستغفر لي فقال الرجل له مرة أخرى استغفر لي فسأله أويس ألاقيت عمر؟ قال الرجل نعم فاستغفر له وعندما علم الناس بمكانته عند الله ورسوله والصحابة ترك بيته خوفا من أن يفتتن الناس به ويبالغ في الثناء عليه ويقصده في قضاء حوائجهم وأمورهم والتي لا يقضيها إلا الله وحده وفضل أن يعيش بعيدا عن متح الناس وإقبالهم عليه ليلقى الله بعمل خالص وقلب سليم وقد غادر متخفيا إلى أرض الكوفة بالعراق قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ولكن منع من المبيت فيه بواسطة حارس المسجد حاول معه الإمام ولكن دون جدوى فقال له الإمام سأنام موضع قدمي وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر فرآه خباز وهو يجر بهذه الهيئة فعرض عليه المبيت معه فذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز الذي أكرمه ونعمه ثم ذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز فسمع الإمام أحمد بن حنبل الخباز يستغفر ويستغفر ومضى وقت طويل وهو على هذه الحالة فتعجب الإمام فلما أصبح سأل الإمام أحمد الخباز عن استغفاره في الليل فأجابه الخباز أنه طوال ما يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر فسأله الإمام أحمد وهل وجدت الاستغفار كثمرة فقال الخباز نعم والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت إلا دعوة واحدة فقال له الإمام وما هي فقال الخباز رؤية الإمام أحمد بن حنبل فرد عليه الإمام أحمد وقال أنا أحمد بن حنبل والله إني جررت إليك جرأ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقول تاجر سوداني كنت أعمل في التجارة مع صديق السعودي سعود في مدينتنا بريدة وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي فقال الإمام الصلاة على الجنازة وتسألنا من المتوفي فإذا هي الصدمة إنه صديق العمر سعود صدمت بشدة وصلينا الجنازة على حبيبي وصديقي عمري رحمة الله عليه وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حسابات مادية مع أبناء سعود وورثته وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ 300 ألف ريال سعودي لأحد التجار فطلب مني التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح ولم تقبل شهادتي وصارحني ابن سعود قائلا لم يترك لنا والدي سوى 600 ألف ريال فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال دارت بي الدنيا وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة وبعد يومين لم أنم فيهما وكنت كلما أغمضت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة وكأنه ينتظر مني مساعدة فعرضت محل التجاري بما فيه من مضائع للتقبيل والبيع وجمعت كل ما أملك وكان المبلغ 450 ألف ريال فسددت دين سعود وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ 100 ألف ريال إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تزديد دين صديقي المتوفي وقال التاجر الدائن ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن وذلك لأعود لتجارتي من جديد وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد وما إن استلمت المحلين ونظفتهما إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال هذه البضائع من والد التاجر فلان يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط والنصف الباقي هدية لك أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي ثلاثة ملايين ريال تعليق أولاده فلذات كبده لم يكترثوا بسداد دين والدهم طمعا في الميراث والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبس صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخطيب الأول تزوج تاجر عطور من فتاة كان يتمناها لأخلاقها ونسبها الأصيل وقد ظلت علاقة الود بينهما لأكثر من خمس سنوات وبعد السنوات الخمس طلبت الزوجة من زوجها أن يفتح لها صفحة لتتعلم الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها فلب الزوج طلبها وتم فتح صفحة باسم وهمي لها وكان يتواصل من خلالها معها ومنذ ذلك اليوم بدأت الزوجة تتكاسل عن صلاتها وأذكارها لقضائها معظم الوقت في الدردشة عبر الفيس وغيره وفي يوم تركت زوجته صفحتها أونلاين أثناء دخولها المطبخ ففوجئ الزوج بأن زوجته تتحدث مع خطيبها السابق عن غرامها معه في الجامعة وأنها كان تتمنى الزواج به لكن نصيبها قادها لزوجها الحالي الذي ارتبطت به بأمر والدها وأمها بعد فسخ خطبتها منه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ كما اشتكت غياب زوجها عنها كونه يقضي أغلب وقته في المحل ولا يعطي لها وقتا كافيا بعدما اكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع خطيبها السابق عبر الفيسبوك قال لزوجته إن الله ستر عليك مدة طويلة فكان ينبغي أن تنهي هذه الحوارات ولو كنت تحافظين على صلاتك لحدث لك حياء من الله وأنت تقفين أمامه خمس مرات يوميا وما كنت تماديت في معصيته وهو الذي سترك مرات كثيرة لقد اعتبر الزوج ما حدث بين زوجته وخطيبها السابق خيانة زوجية حيث أن الخلوة شرعا لا تجوز وحديث الفيسبوك يعتبر خلوة وكان عليها أن تخاف الله الذي يرى ويسمع وهو قائم على كل نفس بما كسبت فما كان منه سوى تطليقها رغم أن لديه طفلا منها فكم من علاقة أفسدت وكم من عائلة تحطمت بسبب الخيانة عبر الإنترنت ليصبح اليوم السبب الرئيسي للطلاق حول العالم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون عبد العزة بن عبد المطلب المعروف بأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رمز لكل متكبر جبار مناع للخير معتد أثيم كان أول من جهر بعداوة الإسلام عندما أعلن الرسول دعوته ولم يكتفي بالمعارضة الصريحة بل دعمها بالعمل حين مارس كل أنواع الأذى للرسول وصد الناس عنه فمنذ أن أعلن الرسول بأنه نبي الله وأعلن عن دعوته لدين الإسلام أعلن أبو لها بالحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة وأهلها من أول يوم وقام بدور الشيطان وأكثر وقابل دعوة النبي بقوله تبا لك فأنزل الله سورة المسد والتي تعتبر معجزة بحد ذاتها إذ أنها توعدت أبا لهب وزوجته بعذاب نار جهنم خالدين فيها أبدا فلو أسلم أبو لهب أو ادعى الإسلام لهدم مصداقية القرآن من أساسها وقد نزلت هذه السورة قبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات وفي يوم آخر كان النبي يقول للناس وهم مجتمعون عليه يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكان أبو لهب يسير وراءه حيث ذهب ويقول إنه صابئ كذاب لقد كان أبو لهب من أشد الأعداء على الدعوة وكانت زوجته أم جميل خبيثة مثل زوجها فكان من أكثر من عذب أصحابه وتجرأ عليه فقد كانت أم جميل تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي بهدف إدماء قدميه وعندما لم يستطع أبو لهب الخروج مع قريش لقتال الرسول يوم غزوة بدر استأجر أبو لهب بدلا منه العاص بن هشام بن المغيرة بأربعة آلاف درهم وبعد وقعة بدر بسبع ليال هلك أبو لهب بمرض معد يسمى العدسة وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أنتا فلما خاف قومه العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة حتى وقع فيها ثم قذفوا عليه الحجارة حتى واروه فيها ولم يحمله أحد خشية العدوى وهذا جزاؤه في الدنيا وأما في الآخرة فسيصلى نارا ذات لهب لم يغن عنه ماله ومكاسبه وأرصدته ومدخراته تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ترجمة نانسي قنقر